السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر للبنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر القرص عشان يوصلكم اشعارات جديدة بكل الفيديوات الان قدمها الفترة اللي جاء ان شاء الله النهاردة موضوع الحلقة عن السلسل الاخير من الليل وفضل السلسل الاخير من الليل هذا الوقت لو دعونا فيه الله بيقين وثقة ربنا بينزل في الثلسل الاخير من الليل الى السماء الدنيا ويقول هل من داعي فاستجيب له هل من سائل فاعطي هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر يعني وقت قيام الليل الوقت ده يا جماعة لازم نستغله ايه الجمال والروعة دي بجد يا الله بجد لازم نستغل الوقت ده كلنا تخيل ان ربنا بينزل للسماء الدنيا كل يوم بيقول لنا حد عايز عنده مسألة استجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه وإحنا نايمين ازاي جماعة ينزل في السلسل الاخير من الليل ويقول لنا من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له الوقت ده وقت شريف وقت مرغوب في الدعاء خصه الله تعالى بالنزول فيه تفضل على عباده بإجابة اللي هيدعي في الوقت ده ويعطي من سأله في الوقت ده لأنه الناس كلها بتبقى نايمة في الوقت ده وقت خلوة وغفلة واستغرق في النوم واستلزاز بالنوم ومفارقة اللزة والراحة صعب على العباد فهو نازل في وقت بيشوف مين اللي سايب النوم طبعا كل الناس بتبقى في الوقت ده مستغرقة في النوم بشوف مين اللي قايم رايح له بقلبه بروحه بيدعيه بيطلب منه مسألة ربنا بيدعيه له بس لازم صدق النية في الدعاء والإخلاص لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل لازم صدق النية في الدعاء وانت بتدعي ربنا دي أدعية قدامكم على الشاشة ممكن تدعو بها في السلسل مستحب بتدعو فيها في السلسل الأخير من الليل خليك على يقين أنه انت طالما قمت في السلسل الأخير من الليل وهو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسم الليلة 3 أسلات السلسل الأخير يعني السلسل الأول من ساعة 5 مساء لتسعة مساء السلسل الثاني من تسعة مساء لواحدة صباح السلسل الثالث من واحدة صباحا أو اتنين صباحا لخمسة صباحا يعني من اتنين صباحا لخمسة صباحا أو أنت صارم في الوقت ده تقوم تدعي ربنا وتقوم تصلي وتقوم تتهجد لربنا عز وجل لأن الوقت ده وقت خصه الله بالدعاء لازم ندعي فيه كلنا نستغل الوقت ده جماعة السلس الأخير من الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال ينظر ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى سلس الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله قيام الليل يا جماعة دأب الصالحين تجارة المؤمنين عمل الفائزين هبات ربانية هبات ربانية لازم كلنا نستغلها لازم كلنا نستغلها بقلب صادق وبنية صفية بإخلاص الدعاء إلى الله عز وجل في هذا الوقت هذا الوقت مستحب فيه الدعاء السلس الأخير من الليل أي حد عنده مسألة لربنا عنده سؤال لربنا تعبان من شيء معين يستغل ربنا في الوقت ده يعني ربنا جاب لنا أهوق ونزل لنا وقال لنا ادعوني ادعوني اللي عايز حاجة يقول يا جماعة احنا نستغل الوقت ده معنى أنك تقوم الليل أن الله اختارك للقاء بي والحد يسمع ماذا تريد أعظم من هذا الوقت؟